عزيزي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج معرفة القدوس في أول حلقة النهاردة عايز أسألك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة سؤال بسيط هل تخاف من الموت؟ يمكن البعض أو الرد فقلي له هيكون يعني يستغرب السؤال هيقول مين اللي ما بيخافش من الموت؟ كل البشر بيخافوا من الموت فالسؤال بالنسبة له يعني ما يتسألش يمكن البعض الآخر يقول أنه ما بيخافش من الموت لكن لو دور شوية في حقيقة شعوره يكتشف فعلا أن الموت بالنسبة له مخيف الحقيقة أن السؤال مهم لأنه رغم عدم وعينة بكده الخوف من الموت أو عدم الخوف من الموت بيملي علينا كثير من الطريقة التي نعيش بها حياتنا يعني الطريقة اللي بنعيش بها حياتنا بيحددها كتير قوي إذا كنا بنخاف من الموت جدا ولا إذا ما كناش بنخاف من الموت ومعظم الوقت إحنا مش وعيين للحقيقة دي لكن هي حقيقة موقفنا من الموت شعورنا تجاه الموت شايفين الموت بالنسبة لنا شكله إيه؟ بيملي الطريقة التي نعيش بها حياتنا ومعظمنا بيركن الموضوع على جنبه وما بيفكرش فيه كتير ليه بسأل السؤال ده النهاردة؟ لأنه من أهم ما يميز المسيحية إنها تخلي المسيحيين لا يخافون من الموت من أهم ما يميز المسيحية والمسيحيون الحقيقيون إنهم لا يخافون من الموت نشوف ده بوضوح في تاريخ المسيحية كان تاريخ مريان بالاستشهاد يعني إذا توضع قدام الإنسان المؤمن إنه هو يفقد حياته أو يغير إيمانه كان بيختار إنه يفقد حياته وما بيخافش من الموت ولو خاف المسيحيين من الموت فعصر الاستشهاد لانتهت المسيحية ومرت أصور كتيرة جدا مش يعني سنة أو اثنين أو تلاتة كان فيها الاستشهاد بصورة وسعة وصورة كبيرة وصورة ساعات جماعية كان فيه قتل المسيحيين جماعي حتى في العصر اللي احنا عايشين فيه ما زال هناك استشهاد هناك شهداء العصر الحديث وانتم عارفين كتير جدا بعض الحوادث المؤسفة مؤسفة إنسانيا لكن مش مؤسفة لمصير الشهداء على أيدي جماعات إرهابية وغيره زي شهداء ليبيا زي قريب خالص شهيد سينة دي كلها أمثلة لاستشهاد في العصر الحديث يا ترى إيه السبب في عدم خوف الناس البسطة دول اللي وجهوا الموت بشجاعة وبساطة يعني عجيبة ما يواجهاش أقوى وأعطى البشر حتى في أصور الاستشهاد كنا نسمع عن الشهداء ساعات بيسعوا للشهادة حاجة عجيبة حاجة عجيبة جدا لكن النهاردة مش عايزة أتكلم بس على الشهداء الحقيقة عايزة أتكلم على مواجهة الموت مش في موقف إنكار الإيمان مش في موقف القتل ولكن في موقف الموت الطبيعي الموت الطبيعي العادي هل نخاف الموت الطبيعي؟ نشوف إن فيه كتير من المؤمنين الحقيقيين بيواجهوا الموت الطبيعي اللي في نهاية كل حياة للبشر كل حياة لواحد مننا بيواجهوه بسلام عجيب وبعدم خوف وبعدم اضطراب الحقيقة عشان اوضح النقطة بس انه البعض بيستخدم الموت في الكلام كتير يعني كعصايا للتخويف عشان يقول نفوق بيها الناس وعشان كده الخوف من الموت شيء مستحب انا مش بتكلم على كده انا بتكلم على الانسان اللي مش محتاج انه يتفوق مش مستحطر مش عايش حياته مش فاكر انه في يوم من الاماء هيموت لكن عارف انه هيموت عارف ان في نهاية هذه الحياة لكن هل يخاف من الموت ولا يقابله باي صورة فالسؤال اقصد به هذا الموت عدو مخيف يعني لا ننكر حقيقة ان الموت عدو الموت عدو ده الكتاب المقدس اللي بيقول كده في كورنسوس الاولى صحاح 15 آية 26 بيقول اخر عدو يبطل هو الموت يبقى الموت هنا بيسميه انه هو عدو الموت عدو للانسان الموت عدو لله الموت عدو للخليقة الموت عدو وعار للخليقة الموت انتصار للشيطان وللخطية على الانسان وعلى خليقة الله الله هو معطي الحياة مانح الحياة مصدر الحياة ما كانش في خطته الموت الموت ليس من الله الموت دخل إلى العالم بالخطية بغواية إبليس بخداع إبليس لكن دخيل على خليقة الله مش في خطة الله بالعكس ضد خطته وضد ما شئته فالموت هو من العدو الموت هو من إبليس الموت هو من حسد إبليس يتقال كده في الصلاة بيخش بسبب حسد إبليس وخطية الإنسان أنه يمشي وراء إبليس فهو إذن عدو هو اعتداء هو تطاول على خليقة الله من قبل إبليس هو محاولة لإفساد خليقة الله من قبل إبليس وإذا نجح الناس تموت فهذا انتصار لإبليس في المقابل انتصار الله هو في إلغاء الموت انتصار الله هو في إلغاء الموت كنتكته وفي إلغاء الموت تأثيره علينا في حياتنا دلوقتي يعني الموت يؤدي من غير تدخل الله لموت أبدي موت في الأبدية فالله بيتدخل ليلغي تأثيره الأبدي وأيضا يلغي تأثيره علينا في الحياة وده موضوع حلقة النهاردة تأثير الموت علينا في الحياة ايه؟ بنواجهه ازاي؟ فأحب أبتدي بنص من رسالة العبرانيين بيتكلم عن الموضوع ده في إصحاح 2 وآية 14 و15 بيقول فيها عن المسيح انه هو خد جسد ودم زينا عشان يبقى زينا وبعدين يعمل ايه؟ ويعطق أولئك آسف الآية الأبية 14 لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي إبليس يعني المسيح لما خد جسد ومات عننا وقام عننا كان هدفه انه يبيد سلطان اللي له سلطان الموت اللي هو إبليس فبيسمي إبليس هنا انه له سلطان الموت سلطان الموت مش معناها انه في ايده يموت الانسان او بيحدد امتى الانسان يموت او يعيش قد ايه؟ لأ ولكن هنشوف في الآية اللي بعدين السلطان يعني ايه؟ يعني الموت بقى له قوة بقى سلاح في ايد إبليس مخوف بيه البني آدم طول حياته يقول ايه؟ ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم خلوا بالكم التعبيرات كل البشر يقول جميعا كل حياتهم طول عمرهم يعني كل البشر ما فيش حد مستثنى هنا كان حصل له ايه؟ خايف من الموت الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم ما لهم تحت العبودية الخوف خلهم في عبودية ايه العبودية؟ هي عبودية الخوف من الموت الكل تحت عبودية اسمها عبودية الخوف من الموت لكن اللي بيقولوا هنا ان المسيح بموته وقيمته شال العبودية دي عننا اعتقنا من هذه العبودية فالمسيحي ما بقاش تحت عبودية الخوف من الموت دعار دعيب المسيحي مش تحت العبودية دي مش خايف من الموت المسيحي متحرر من عبودية الخوف للموت عشان كده النهاردة عايز اتكلم على التحرر من عبودية الخوف للموت ودي فرصة لكل واحد بيسمع النهاردة انه هو يتحرر من عبودية الخوف للموت ايه اللي حصل حسب الايات ان المسيح لما مات وقام قيمة المسيح ألغت سلطان الموت المخيف قيمة المسيح ألغت ان احنا نبقى مزلولين للموت بقى هو مازال حقيقة بتحصل في حياة الانسان لكن مؤقتة لا يمسكنا الموت يعني الموت بيحصل لكن ألغى سلطانه ان يمسكنا الى الابد زي الكده المزمور لما بيقول الفخ انكسر ونحن نجونا فما بقاش الموت بيمسكنا الى الابد في موت ابدي ولكن بقى حقيقة مؤقتة ايه اللي بيحصل بعد موت المؤمنين ده اللي مهم لان بنسمع ناس بتتكلم كتير على التخويف من الموت بدون ايمان مش قضيتنا دلوقتي قضيتنا ماذا يحدث للمؤمنين بعد الموت الموت تغير مغزايا بقى جسر ذهبي يعبر عليه المؤمن الى حياة مجد ابدي جسر ذهبي يعني انه عدو لكن بقى دلوقتي الجسر اللي بنعبر عليه لحياة المجد الابدي مازال هو عدو؟ يس مازال هو مكروه؟ ايوة مازال هو سيء؟ ايوة لكن تغيرت نتيجته تغيرت المصير اللي بيحصل بعده اتغير فبقى زي ده ومر عملية صعبة علاج مؤلم انا شايف ان نتيجته كويسة فلما بمر فيه ببقى باصص على النتيجة لكن هل تغير انه ده ومر؟ لا ده ومر ده يشرح لنا انه ساعات المؤمن يبقى نحية الموت في عنده مشاعر مختلطة او اسمها mixed feelings يعني مشاعر مختلطة ليه لانه هو مازال عدو لكن تغير معناه ومغزاه وده اللي هنتكلم عليه بعد ما ناخد فاصل قصير اقبلكو بعد الفاصل بكمل حديثي معاك أحباء المشاهدين على إزاي القيامة غيرت معنى الموت بالنسبة للإنسان المسيحي معناه ومغزاه والطريقة اللي نواجه بها الموت تعالوا الأول نفكر إزاي الإنسان الطبيعي بيواجه الموت إيه هي المشاعر اللي ممكن تواجهنا عند الموت أول مشاعر يعني عامة بين البشر أنه الموت بيحسسنا بالحزن على الفراء طبعا الحزن أكتر في الناس اللي بنسبهم لكن حتى إحنا لو حاسين أن وقتنا قرب بيبقى صعبان علينا فراء اللي بنحبهم وده شيء جميل لأنه منطلق من الحب وبالتالي هو شعور إيجابي ده ألم وحزن لكنه بسبب حب والحزن هنا مش معناه عدم إيمان حزن طبيعي لأن إحنا لينا مشاعر فلما بنفارق أحباءنا بيبقى صعبان علينا وإحنا بنفارق أحباءنا ولكن إيماننا بينقل فكرنا فوق الإحساس البشري أو المشاعر البشرية يخلينا ندرك أن هذا الفراق مؤقت يخلينا ندرك أنه إحنا في السماء هنحس بأحباءنا ومش بعيد عنهم قوي للدرجات دي ففيه تعويض وفيه تعزية حتى في المشاعر الإنسانية الطبيعية المرغوبة الحاجة التانية البعض يقلق على أحباءه خصوصا إذا كان سايب حد صغير في السن أو حد كان معتمد عليه أو حد بيرعاه فده طبعا برضو شعور إيجابي وشعور كويس منطلق من الحب دي مشاعر حزن منطلقة من الحب أيضا الله بيطمن الإنسان في هذه الحالة أنه هو أبو الكل وأنه هو بيرعى الكل وأنه مش بيسيب حد فبيهدي نفس الإنسان وبيعالج جزء من المشاعر المؤلمة دي بتاعة القلق على الأحباء نخش على بعض المشاعر التانية اللي يمكن روحية أكتر أو مختصة بالحاجات الروحية من الحاجات اللي بتقلب ناس كتير جدا الخوف من العقاب الأبدي وده شيء مش مفروض يكون موجود لأنه إذا كنت عايش مع ربنا الإنسان المسيحي الحقيقي متطمن على مصيره مع المسيح للأسف مش كل المسيحيين متطمنين على مصرهم مع المسيح ودي مش قضية أنت جدع ولا مش جدع شاطر ولا مش شاطر دي قضية نظرتك للمسيح إيه يعني إذا كنت عايش مع المسيح هنا لك علاقة به عايش حياتك معاه في الأبدية تفتكر هو هيتخلى عنك هيجي يقولك فجأة كده لأ أنت مش تابعي إذا كان لك علاقة به هنا هتستمر علاقتك به في الأبدية يعني هل تتخيله إنسان مثلا نقل هاجر من بلد لبلد تانية ومعاه مراته وبعدين جي في البلد التانية دي وقال لها إحنا دلوقتي في بلد تانية وأنا معتبر نفسي حر منك مش ملتزم بيك أنا مش ملتزم إنك أنت مراتي هنقول عليه إيه الشخص ده سمحوني سمحوني في التعبير هنقول عليه ندل هل نظن هذا في الله مش ممكن مش ممكن فالشيطان ما يسرقش رجقنا في ربنا الشيطان ما يتحكش علينا ويفهمنا إن المسيح هيتغير إذا كان لك علاقة بالمسيح دلوقتي فهذه العلاقة هتستمر في السماء تقول لي طب إيه العلاقة يعني إيه علاقة العلاقة مش معناها إن أنا مواظب على صلوات معينة بروحها في الكنيسة أو اجتماعات بروحها العلاقة مش معناها إن أنا بعمل حاجات نشاطات معينة أصوم بطريقة معينة دي مش العلاقة العلاقة مش حتى إن أنا متبني أفكار المسيح بحاول أمشي على وصايا المسيح العلاقة الشخصية هي علاقة شخصية يعني أنا عايش عمري معاه يعني هو حياتي من شوية ربط المثل باتنين متجاوزين وده كلام الإنجيل إن العلاقة بيننا وبين الله وبين المسيح زي المتجاوزين فإنت رابط نفسك وإنت ربط نفسك بيه هو كل حياتك بقضي وقت معاه بكلمه بحس بيه بيشبعني الكلام معاه والعلاقة المستمرة معاه بتشبعني لو لي هذه العلاقة لا يمكن أبدا أن يتخلى عني المسيح بعد الموت لكن في بعض حاجات تانية غيه إذا ما كانش عندي الخوف من الدينونة ففي ساعات خوف من المرور في الموت خوف من أن الواحد يتقلم أن يعاني وهو بيمر في فترة الموت خوف تاني أنه خوف من المجهول يعني لو ما عنديش صورة واضحة إيه اللي هيحصل بالضبط بعد ما موت ممكن ببقى خايف من المجهول إحنا كلنا فينا غريزة الإبقاء على الحياة survival اسمه الإبقاء على الحياة بنعيش حياتنا بطريقة دايما تخدم هدف أن إحنا نبقي على الحياة لما بتدي أكتشف أن ده ما عادش ممكن خلاص والنهاية قربت ببقى خايف من المجهول خايف من نهاية الحياة وخايف من المجهول خايف من فكرة عدم الوجود وخايف إيه اللي بعد كده هيحصل إيه عشان كده عايز أخذ النهاردة فترة نتكلم إيه اللي بيحصل بعد الموت إيه اللي نتوقعه أثناء الموت المرور على هذا الجسر واللي بيحصل بعد الموت للمؤمنين للي يعرفوا المسيح إحنا كتير بنتكلم على الموت نخوف بيه الناس نقول لهم يعرفوا ربنا يعني صحة وغلط أو بزيادة شوية لكن الحقيقة مش بنتكلم كتير على إيه اللي يتوقعه المسيحي المؤمن اللي في علاقة بربنا بعد ما يموت يحصل له إيه إحنا عارفين إن في حاجة اسمها القيامة وإن دي لها معاد محدد اسمها القيامة العامة أو يتقال عليها قيامة الأجساد لكن هي الحقيقة النفس كمان بتقوم من المكان اللي فيه وبتاخد جسد جديد يقول كده في كورنسوس يقول لها صحاحة 15 آيات 42-44 يقول هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع في فساد هذا الجسم البشري أو الترابي يزرع في فساد ويقام في عدم فساد يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا يبقى إيه اللي بيحصل هيرجع تاني أن من البدء الله خلق الإنسان مش روحه بس خلق له جسد وبقى نفسه حية فلازم يكتمل الكيان الإنساني مرة أخرى بأنه ياخد جسد مرة أخرى هذا الجسد هناخده مرة أخرى جسد روحاني أو جسد القيامة أو جسد ممجد أو زي ما قال عليه كل الأوصاف اللي سمعناها في كورنسوس يقول لها 15 هذا الجسد بيكمل وجود الإنسان طيب هذه القيامة هتحصل عند وقت محدد لكن ما بين موت الجسد الترابي موت الإنسان يعني موت الجسد الترابي وما بين أنه ياخد جسد نوراني ممجد في القيامة الفترة دي هيبقى عايش إزاي هيبقى فين هيبقى وضع إيه الحقيقة هيبقى وضع تواجد واعي يعني مش نايم أو مش حاسس باللي بيحصل ونشط فيه نشاط فيه حاجات بتتعمل أكتف مش خامل غير خامل وأيضا وضع أفضل بكثير جدا من حياة هذا العالم ليه؟ لأن الجزء الأهم والأسمة في الإنسان هو روحه نسمة الحياة اللي خرجت من ربنا ودي لا تموت لن تفنى يعني لما الإنسان بيموت اللي بيموت الجسد والروح بتخرج منه يتوقف الجسد عن العمل لكن الروح خالدة لا تموت لا تتلاشى لن تنتهي بموت الجسد تتواجد في مكان انتظار لغاية معاد القيامة العامة فلو نعرف شوي عن مكان الانتظار ده شكله إيه والحياة في إيه يشجعنا أن نحن نواجه الموت بصورة مختلفة الحاجة اللي نعرفها أن احنا سنتواجد مع المسيح والقدسين في هذا المكان في مكان الانتظار مش هنبقى في وضع متعب أو وضع مخيف أو وضع أقل من اللي احنا عايشين وهيبقى أحسن بكثير مش هيبقى في وضع راحة وفي وضع تعزية وفي وضع انتظار لمجد جاي بما معناه أنه أحسن من اللي فات لكن لسه اللي جاي أحلى وأحلى اللي بعد القيامة وشريم السمائية الحياة الأبدية أروع بكثير لكن وانت قاعد مستنيها وانت قاعد مستنيها فرحانة جدا في شوق وفي ابتهاج لأن عارف اللي هيحصل بعد كده إيه متوقع ومستنيه مش قاعد في خوف مش قاعد في قلق قاعد بالعكس في تعزية وفي نصوص كتير في الكتاب المقدس هندرسها ونشوف بتدلنا صورة شكلها إيه بعد الموت بالجسد والوجود في حالة انتظار ليوم القيامة ناخد فاصل قصير ونستعيد حدثنا بعد الفاصل تعالوا أحبائي المشاهدين نشوف بعض النصوص الكتابية اللي بتدلنا ضوء على بعد الموت على طول في وضع الانتظار للقيامة العامة إيه اللي بيحصل شكلنا إيه بنعمل إيه أول نص عايز أخده قصة قررت في ثلاث أجيل متى ومرقص ولوءة لكن هاخدها من لوءة مجموعة من الناس اسمهم الصدقيون أو الصدقيين جمل المسيح يجربوه عشان يوقعوه يعني الصدقيين ما بيأمنوش بالقيامة بعد الأموات فحكوله قصة يمكن البعض عارفها إن واحدة كانت متجوزة واحد وما جابتش منه نسله حسب نموس موسى لما يموت أخوي يتجوزها عشان يجيب نسل وبعدين ما جابش فكررت الحكاية دي سبع مرات فتجوزت سبعة إخوات وما جابتش نسل منهم ففي يوم القيامة بيسألوه هتكون لمن وهم حاسين إن دي مشكلة هتعجز المسيح مش هيرى في جاوب عليها فيضطر يقر إن ما فيش قيامة يضطر يقر إن ما فيش حياة بعد الموت فالمسيح طبعا شرح ليهم وقال لهم إنه أنتوا بتفكروا بطريقة من الصح وشرح لهم إنه الاحتياج للزواج وإنجاب نسل مش موجود في السماء لأن دا موجود على الأرض بسبب الموت لكن مدام ما فيش موت في السماء مش محتاجين زواج وإنجاب نسل لكن وبعد ما قال لهم الحكاية دي قال لهم لكن بخصوص فكرة بقى قيامة الأموات قال لهم الآتي لهم أما أن الموت يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة العليقة كما يقول يقال أن الصدقيين ما كانوش بيأمنوا إلا في كتب موسى الخمسة فعشان كده جاب المسيح مثل من كتب موسى الخمسة فقال لهم إيه بقى في أمر العليقة بيقول إيه ربنا الرب إله إبراهيم وإله إصحاق وإله يعقوب يعني لما كلم موسى قال له أن أنا إله إبراهيم وإله إصحاق وإله يعقوب سمى نفسه أنه إله الناس دي وقال إيه وليس هو إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده أحياء الحتة المهمة هنا أنه الكلام ده قبل القيامة الأخيرة لما بيقول لهم المسيح أنه الجميع عنده أحياء وأن الله إله أحياء مش أموات بيتكلم على إبراهيم وإصحاق ويعقوب على أنهم إيه أحياء مع أن ما حصلتش القيامة يبقى إذن وضع الانتظار قبل القيامة العامة وضع حياة وضع بيعتبر الله وضع حياة الجميع عنده أحياء فهم لم يقوموا بعد لم يأخذوا جسد القيامة بعد ما أموش بعد ولكن أحياء حتة تانية جميلة تكمل الحكاية دي في موقف التجلي في يوم من الأيام طلع يسوع ومعاتلت من تلاميذه على الجبل وبعدين اتغيرت هيئته وبقى منير جدا وفي مجد وظهر جنبي موسى وإلية طب موسى وإلية موسى مات وإلية انتقى للسماء طب موسى لم يقوم إنما إيه اللي بيحصل إنما ظهر مع المسيح يقول كده وفيما هو يصلي صارت هيئة هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا وإذا رجلان يتكلمان معه بصوا عليهم مين دول وهم موسى وإلية الله طب موسى مش لسه ما قامش ما قامش لسه الإيام العامة ما جاتش إما ليه ظهر وبعدين جه يتكلم معاه على الألام بتاعته والموت والقيامة يعني حاسس بالأحداث يعني مشارك فيها يعني ليه يتكلم مع المسيح في الموضوع الله ده إذن تواجد واعي نشط مش خامل في مكان الانتظار اللص اليمين عارفين كلنا القصة لما جه وتفت فتحت عينيه وحس مين اللي قدامه ده قال لربنا إنه ذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك فرد عليه المسيح وقال له إيه الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس اليوم يعني إيه يعني النهاردة مجرد ما هنسلم الروح أنا وإنت هنروح مكان تاني أنا هروح وأخذك معي هناك إيه المكان ده الفردوس يعني بعد الوفاة مباشرة مش هيعدي وقت اللص اليمين مش عايش مش هيعدي وقت المسيح مش عايش اللص اليمين هيتواجد مع المسيح في الفردوس مثل تاني مثل الغني والعازر أو هو جايز قصة حقيقية الغني والعازر المسيح حكى الحكاية دي في لوقا 16 وقال كان فيه راجل غني عايش في أصر ومتمتع وقدام باب الأصر كان راجل فقير ومسكين مش لاقي يأكل بيتمنى يأكل الفتاة اللي ساقط من مائدة الغني وكان عيان والكلاب بطلع جروحه وقروحه وحاجة يعني وضع صعب اللي اتنين ماتوا يقول ايه بقى فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم أول ما مات راح فين فردل في القبر جسده وروحه راحت فين حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم الله طب هو دلوقتي دخل الملائكوت دخل الحياة الأبدية النهائية لا لسه وماله راح فين مكان الانتظار بس لأنه بار هيبقى مع إبراهيم وليه ومات الغني أيضا ودفن وبعدين بعد شوي يحكي لنا وهم في المكان ده في مكان الانتظار يحكي لنا أن الغني عمال يعمل حاجات أولا واعي ثانيا بيتكلم ثالثا بيفكر في إخواته اللي موجودين على الأرض رابعا بيطلب حاجات من إبراهيم وإبراهيم بيرد عليه يبقى إذا مش حالة عدم وعي دي حالة انتقال لحظي من هنا لهناك وهناك عايشين في حاجات بتحصل فرفع عنيه وبعدين رأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه شوف بقى لعازر فين في حضن إبراهيم فنادى وقال ارحمني وبعدين اتكلم معاه وقال له بعد فقال له ما ينفعش وهكذا وبعدين قال له فقال أسألك يا أبت أن ترسله إلى بيت أبي العازر لأن لي خمسة إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا يعني حاسس باللي فيه وطبعا العذاب هذا هو هنا مش بيتعذب بالصورة بتاعة البحارة المتقدة بالكبريت في اللي هي في النهاية بعد القيامة لكن العذاب لأنه عارف مصيره العذاب لأنه قاعد ندمان العذاب لأنه شايف هو فين وشايف العازر فين في حضن إبراهيم فقاعد تعبان لكن حاسس كمان بإخواته وبيطلب إن إبراهيم يبعث لإخواته لعازر يقول لهم والعجيب إنه ما قالوش مش ممكن لكن قالو لأ مش محتاجين لو ما سمعوش لموسى والأنبياء مش هيسمعوا لحد فإذن الوجود في مكان الانتظار هو وجود واعي حال التواجد واعي ونشط وفي تعزية كان بيقولك إنه هو بيقول على العازر والآن هو يتعزى وأنت تتعزب صحيح دي تعزية وعذاب نفسي بالدرجة الأولى لكن في كده فإذا في حالة القيامة آسف قبل القيامة بعد الموت مباشرة وقبل القيامة النهائية في مكان انتظار في حالة بس أخد ثلاث نقط لوصف هذه الحالة هي حالة راحة من الأرض وتعب الأرض يقول كده في سفر الرؤية طوبة للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتعبهم ففي حالة راحة حاجة تانية إنه حالة تعزية زي ما بيقول على العازر إنه هو كان بيتعزى في حضن إبراهيم حالة تالتة إنه حالة توقع مجد مش ألا أخوف منتظر مجد منتظر القيامة ومجد الحياة الأبدية لأنه أفضل من حالة التواجد في مكان الانتظار في توقع بشوق وابتهاج فإذن هذه حالة رائعة جدا رغم إن الموت عدو قيامة المسيح غيرت مصرنا غيرت معنى الموت بالنسبة لنا فبقينا بنعبر من الموت على وضع أفضل من اللي إحنا فيه بسبب اللي عمل والمسيح والمسيح مستنين عن ناحية تانية تحول الموت مش لنهاية حياتنا الأرضية لكن إلى بداية حياتنا اللي جاية اللي أروع بكتير وإن كان هنمر بمرحلتين مرحلة الانتظار وبعد مرحلة بعد القيامة والمجد اللي فيه الحياة الأبدية عشان كده مش غريب إن معلمنا بولوس يقول لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح الموت بقى مكسب بقى إيه؟ مكسب اتغير معناها اتغير وضع ولما بيتكلم بعديها بيشرح وضع إنه هو شايف إنه بيعمل حاجات كويسة هنا في ملكوت الله وعشان خاطر أهل فليبي اللي بيكتبلهم الرسالة دي وهكذا وده شيء جميل لكن متحير بين الاثنين أحسن السماء أحسن إنه يستنى شوي هنا يخدم لكن الواضح في ذهنه طبعا إن حالة لبعد كده أفضل يقول إيه؟ ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي ليه ثمر عملي فماذا أخطار لست أدري؟ فإني محصور يعني متحير من الاثنين ليه اجتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا فإذا الموت اتغير معناه بقى ربح عارف إن أنا بعد أموت هيكون مع المسيح بعد الانطلاق وعارف إن ده وضع أفضل جدا عارف إن ده خلى الموت بالنسبة لي حاجة بتمنها حتى مش خايف منها ومرتعب منها لو لم يوجد هذا المفهوم أيها الأحباء لم يكن هناك استشهاد لكن مش بس على الاستشهاد لو لم يكن هذا المفهوم في حياتنا حياتنا ما تبقاش بالصورة اللي ربنا ممكن يعملها على الأرض حياتنا على الأرض نحتاج فيها هذا المفهوم لأنه مفهوم الحرية من الخوف من الموت يدلنا راحة غير عادية واستمتاع غير عادي بحياتنا مع ربنا مفهوم إن إحنا نشوف إن النهاية هي نقلة أفضل لما كان أفضل ده مهم جدا لحياتنا على الأرض هنا عشان كده الكتاب المقدس قد تعبيرات كتيرة جدا عن الموت يضيق الوقت إحنا نتكلم عليها لكن كلها بتبص للموت بطريقة تانية فمثلا يقول إنه هو خروج أو انطلاق مثلا يعبر عنه انرقاد أو نوم مثلا هاخده ده وأتكلم عليه إنه بدل ما كنا عايشين في خيمة تابلة هنعيش في بيت دايم دي كرونسوس التانية إصحاح خامسة يقول لي أننا نعلم أنه النقدة بيت خيمتنا الأرضي يعني اللي عايشين فيه ده الجسد ده بيت خيمة زي خيمة الخيمة دايما مرتبطة بالوضع المؤقت بيبقى فيها الناس اللي هما بيعيشوا في مكان فترة ويتنقله وهكذا ده زي معسكر بنقل بروح في حتة وضع مؤقت والخيمة المادة بتاعتها دايما تابلة من القماش البلاستيك المادة بتاعتها تابلة فبيت خيمتنا الأرضية يابلة همال إيه بقى فلنا في السماوات بناء من الله فهو فين في السماء وهو منين من الله غير مصنوع بيد دي صفة تالتة أبدي فلو أربع صفات فبتنقل الموت إننا بتنقل من وضع الوضع أحسن بتنقل من الخيمة اللي بتابلة لوضع إنه هيكون ليه بيت في السماء صحيح هيبقى فيه فترة انتظار لغاية ما أاخد هذا البيت لكن أنا عبرت من التعب وروحت على مكان الراحة مرة من المرات معلمنا بقول اسأل فإني الآن أسكب سكيبا ووقتا حلالي قد حضر كلمة حلالي يعني مش بتحلل لكن حلالي يعني انطلاقي يعني أنا تفك واحد مربوط وتحله فبتفك من هنا وانطلق لحرية أكبر وأكتر بكثير في الكنيسة الإبطية الأورثيذكسية فيه أشية اسمها أشية الراقدين فيها تعبير جميل جدا يقول إيه لأنه ليكون موت لعبيدك بل هو انتقال الموت ده بقى زي ما قلنا في الأول جسر ذهبي مش موت لكن انتقال بنتنقل من حالة لحالة عشان كده أيها الأحباء لن تفقد الوعي ولو للحظة انت في اللحظة اللي الجسد هنا بيقف عن العمل فيها ويقول ده مات والناس تبتيت عيط والناس تبتلي في إجراءات الجنازة في اللحظة نفسها انت حي في السماء بقيت في دين المسيح في حضن أبونا إبراهيم في وضع أفضل بكثير جدا فإذا الخوف من المعاناة والخوف من المجهول يستبدل الآن بالقاتي أنا ما بقيتش حاسس انه مجهول أنا شايفة هولا هيحصل زي ما اتكلمنا هيحصل إيه الحاجة التانية أنا شايف ان المسيح سيقضنا المسيح هيقضنا هو مشي قدامنا في السكة دي وقام ونحن وراءه الحاجة التالتة أنا عارف ان في معونة الله هيبعتها لي ساعة ما احتاجها خلوا بالك احنا المعونة بتجلنا دايما من الله ساعة الاحتياج فمثلا لو فكرنا في واحد ماشي على الأرض وبعدين هيقابل في وقت من الأوقات نهر محتاج يعبره محتاج مركب عشان يعبر هذه النهر متى يحتاج للمركب وهو ماشي على الأرض ولا لما يوصل ساعة النهر عند النهر لما يوصل عند النهر يحتاج المركب هنا وقت احتياج المركب فالله هيدي المعونة في وقتها عند الموت ما تحملش هم عند الموت هيدي معونة للمرور في الموت ما نعرفاش دلوقتي مش محتاجينها دلوقتي هتبقى جاهزة لنا عند المرور في الموت الحاجة التانية إن شوفنا بيقولك فمات لعازر وحملته الملائكة أرواح الأبرار الملائكة بتشيلها كتير بيظهر لهم قديسين ساعة الانتقال استفانوس شاف السماء ساعة الانتقال قال عنه كده إن السماء اتفتحت ورأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله تخيل إن فيه ناس يريد يكون ليه هذه النعمة إن ربنا يديني رؤية للسماء ساعة الانتقال فبقى عارف أنا شايف أنا رايح فين فتخلي الموت مش مشكلة كبيرة المسيح سيستقبلك على النحية التانية من الموت ويناديك باسمك ويكلمك باسمك وياخدك في حضنه أي مجد أعظم من هذا لقاء المسيح أيها الأحباء بعد المرور في الموت سيكون من أعظم ما يكون فلا نخاف الموت ولا نهاب الموت لكن أصبح الموت بداية لحياة رائعة جدا بعد الموت وإلى اللقاء في حلقة قادمة